بسم الله الرحمن الرحيم زيكم شابات معكم ضل السكري اه النهاردة ان شاء الله هنخلص مع بعض الجزائي الخاصة بالاس ام بي اناليسز او انيموريشن هنروح على وهنروح على الاس ام بي اناليسز وهنشوف عندنا الانام فور لينكس والام بي تي سكان والاس ام بي ماب طبعا كل واحدة فيهم لها اه اختصاص لان خاصة كلها بالاس ام بي او بنقول عليها الصنبا لو انها هنعمل الملفات على الويندوز وده برتوكول خاص بمشاركة الملفات سواء انا هشتعل على في عندنا وفي عندنا الصنبا على الويندوز طيب دلوقتي انا عايز اعمل على على عشان نتأكد ان مسلا وهقول له والله واحد ستة تمانية دوت مئة ستة وعشرين دوت مئة ستة وعشرين خلاص طلع عندي كل اللي انت شايف ده اللي يهمني منهم هو وده اه اختصار لي اه نت وورك بيزيك امبوت وده مهم جدا عشان شرك الملفات يعني وبيشتغل بورت مئة تسا وثلاثين عشان اعرف ازا كان في يعني او كزا فممكن اقول له داش اس سي وهقول له على البورت اه مئة تسا وثلاثين خلاص وقول له انتر هو بقى هيبدأ يشوف السكريبت او الملائم ليه عشان يعرف اه ازا كان فيه ازا كان فيه مشكلة هيبدأ ان هو يديني اه الناتج ده طبعا احنا شغلين على ميت سبروت تابل تو نبص كده ايه اللي طلع معايا قال لك الاس ام بي سيكوريتي مود قال لك والله الاكاونت جاست دخل ان انا اخدت اه اه اطلع عنك الصامبا ده الاصدار بتاع الصامبا ممكن اعمل سيرش عليه لو فيه خاصة به اه الكمبيوتر نيم ميت سبروت تابل اه اه الدومين بتاعك دومين والا اه ميت سبروت تابل لوكال دومين زي ما انت شايف كده اداني شوية معلومات محترمة محترمة يعني انا داخل بيوزر اه يعني مش مش معتمد داخل ببلانك يوزر يعني طيب طيب انا عايز بقى اعمل ايه اعمل فقط هنا وهاقول له والله هنشتغل على البورت مية ستة تمانية توتمية سعاشين الاول اي بي ادرس بتاعي كل المعلومات هتطلع معك كل الملفات حتى لشاركها مع اليوزرز مع كل المعلومات اللي انت هتشوفها قدامك دي هتبقى متاحق قدامك دلوقتي فلو جيت هنا قلت له والله انا عندي هنا ام عندي والله اجاب لي ادرس جاب لي اه وجاب لي هنا اليوزر نيم والباسورد ان هما دخل بيوزر نيم والباسورد بلانك زي ما هنشايفين كده اه تعال انت شوف الملفات اللي هو معايا هنزلنا تحت شوية كده دي طبعا اليوزرز كل اليوزرز اصطلعت قدامك الملفات اهي دي الملفات اللي معاك وهلا هنا في التمب ان انت مسموح لك انك تعمل وتعمل آآ يعني ممكن تعمل ريد ورائتي يعني او ممكن تعمل ريد بس وآآ هنشوف دلوقتي بعض الايه اللي مسموحة على التمب ده ودي اليوزرز اللي موجودة عندنا الادمينستراتور والدسك والبين كل دي يوزرز موجودة عندنا يبقى انا بقى عن طريق لده دي انا اعرف ان انا اعرف معلومات كتير جدا عن آآ آآ في عندنا اداة تانية لو رحنا على الاس ام بي اناليسيز هنلاقي اللي هو نت بيوس سكان لو قلت هنا ان بي تي سكان وقلت له والله آآ داش ار رينج لو انا عندي رينج هتدي له رينج خلاص انا هتدي له بس الطرق بتاعي اللي هو مية ستة وعشرين دوت مية تسة وعشرين وقول له انتو زي ما انت شايف خلاص هو قال لي والله آآ اهو سيرفر هو براان سيرفر اليوزر ميتس برو تابل والماك ادرس طبعا دلو على الماكت بادرس صفار زي ما انت شايف كده آآ ده يعني مختصر مفيد انا بعرف ان انا اعمل على رينج عشان اعرف ازا كان في ميت في متسطب ولا مش متسطب فانا حتى لو اعملت هنا كده هيدك هنا بعض ان انا ممكن اقول له رينج يدور لي ازا كان موجود آآ ممكن اقول له والله من خمسة وعشرين مية سبعة وثلاثين ممكن اقول له برضو على يعني هو بيطلع لي الايه الهوستس اللي موجود عليها النيت النيت بيوس طيب ده بيوفر علي لا نستخدمش ان ماب لأ هو هيطلع لي الهوستس اللي عليها النيت بيوس طيب عندنا آآ بغض في ميشن جادرنج الاس ام بي اناليسز هليجي على الاس ام بي ماب الاس ام بي ماب آآ جميلة جدا اداة محترمة بتمكنك ان انت آآ تعرف آآ يعني قلع المعلومات اللي انت محتاجها على معين او اللي انت محتاجها وكلما استطعت لو انت قلت اس ام بي آآ ماب داش يو اليوزر بتاعك انا معرفش يوزر بتاع ايه فهسيبه بلانك داش بي برضو هسيبه بلانك وبعد كده قلو داش اللي هو الهوست هيبقى واحد تسعة اتنين واحد آآ ستة تمانية دوت مية ستة وعشرين دوت مية تسعة وعشوين واقول له انتن آآ طبعا احطت هنا بي كابيتل واليو كابيتل طيب انا نحط هنا واليو زي ما انشايف على طول طلع لي اللي هي متاحة عندي طبعا اه هي ملهاش اي اهمية خالص معي حتى هنا بقول نو اكسس نو اكسس آآ هنا اصلا التم ملف فاضين فيش في اي حاجة فمش هنسفيد منه بحاجة ممكن نستخدم او او اصدي فيما بعد بس انا مش هدخل على لسه مجاش وقتا يبقى انا كده عرفت برضو استخدم الاداة دي طبعا لها استخدامات كتير انتك ممكن تعمل دولود ممكن تعمل سيرش عن يعني هديك مثال مسلا بسيط لو انا عايز اعمل سيرش عن يعني اه في ملف حساس ادور على كمية باسورد موجودة هعمل الكلام ده ازاي هقول له والله بص يا سين اه انت هتيجي تعمل نفس الموضوع ده بس هاجي اقول له هنا داش ار وانحنا نخلى يعني اه ان انا بقول له المسار يعني خش على المسارات والفايلز ودور بقى على اه يعني حاجات مهمة جوه المسار ده بعد كده اقول له اللي هو العمق العمق بتاعك والي يكن بتاعك خمسة اوكي فعايزتك تدور بتماعون يعني وفي عندنا الكيو الكيو اللي هو آآ قلني او ريد ورايت الحاجات اللي المهمة يعني فهستخدم الكيو وفي عندي بقى الايه الباترن اللي انت عايز تسيرش على ايه بقى عايز تدور عليه بالذات احساس جوه الملف فانا هقول له والله داش او داش كيو اوكي طعا بس نتاكن اياه ولا داش اتش اوكي انا او ايه كيو عادية خالص كيو بعد كده هقوم ايه داش داش ديبس انا ما اظننا تبقى داش داش ديبس هقول له ايه خمسة خلاص وداش ايه هقول له سيرش لي مسلا على كلمة باس آآ مثلا فهو المفروض هيدخل على كل المصارات وممكن نعمل يعني اقول له والله في بعض المصارات مش عايز تدخل عليه يعني تعالى مسلا آآ هنا في عندك وار برضو ممكن لنا عايز تستخدم يعني طلع لي لكن هنا هيعمل ايه عدة يتدور جوه المصارات اه في عندك ماشي ده مش ههمنا عايز دي اكسي كلود زل اللي بتكلم على اكسي كلود لو انا عندي بعض الملفات او بعض الفولدرات اللي هي معايا دي ممكن نقول له اكسي كلود حد منه يعني مش عايزك ايه تعمل يعني عندك مسلا ده مش عايز يدخل عليه لانه اصلا اه برضو مش هيعرف يدخل عليه برضو نو اكسس فاهم فا ده انا مش قدر على ما ادخل عليه او ان انا اكسس عليه فلا قلت له والله آآ انتر هيقول لك والله سيرش هقول لك والله مفيش ماتش يعني انا دورت على كمه دي ملقيتش حاجة ماتش فيها ليه بقى لان التمب الوحيدة هو اللي قدر يدخل عليه بص اهو فقال لك انا دخلت على ما لقيتش ليه اللي انت بتتكلم عن ايه ده خالص تعال نعيد العملية تانية وقول له والله اليوزر هيبقى آآ باعتبار ان انا عارف اليوزر امو الباسورد قدر له هنا امس اف ادمن بالشاك ده كده وهقول له والله اعمل سيرش بقى كده هيبقى في كل حاجة متاحة بص شوف لان انا خلاص آآ آآ قدرت ان انا اخد الصلاحيات كاملة لان معي اليوزر امو الباسورد فقال لك سيرش فور فايلز ماتشن كلمة باسورد هدور عليه دخل على البرينت والتمب والاوبت والامس قال لك والله في الامس ادمن اه تويكي ويكي سورس بن انستول باسورد طلع لكل الملفات اللي انت شايفة دي اهي شايف فاذا قال لك ايه آآ ماتش فاوند كده قال لك ده وراح ايه عامل كده طب طبعا نشوف هو عمل لها ده فعلا زي ما احنا شايفين فعلا عمل لها ده فايل اقدر بقى ان انا اقرأ الملفات دي بالسهولة لو انا جيت هنا قلت آآ اقرأ الملف ده كده ونشوف فيه باسورد جوة الملف ده ولا لأ فهتلاقي طبعا طلع لك كود عن طريق الكود ده انت ممكن تدور على آآ اي باسورد او اي جزء حساس عشان تبدأ انت تطلع البيانات دي آآ لأ قلت لقى اللياس التاني كده مو في عندنا هنا البن باسورد داتا دوت آآ آآ اتش تي باسورد تي ام بي كلها تيمبل حاجات خاصة به الامس في فده حاجات مهمة جدا على الطريق انك ممكن تعمل على وتطلع حاجات معينة جوة هو هيعملها دا ولود لوحده هيعمل سرش وعملها دا ولود لوحده آآ اتمنى يكون الدرس عجبكم في التلات ادوات بتوعنا عندنا هنا آآ خدنا خدنا كل ده يعني الحمد لله بفضل الله تعالى وخدنا كمان المرة الجاية هناخد مع بعض آآ وهناخد كمان معاها آآ ام بي اوكي يعني هناخد الاتنين دول لان دي الواحدة ما يفعش في درسة طبعا ما تبقى حاجة بسيطة خالص فهناخد ان شاء الله الاتنين دول ويبقى فضلنا بقى المجموعة دي نبقى ناخدها كلها في درس واحدة خلاص آآ عشان ندخل بعد كده في لان الموضوع بتاع بيطول شوية في الدرس بتاعته انا آسف عن اتخارت عليكم شوية بس نو شايفين انا اصلا افل مروحة عشان ما اتصرش على صوت المايكروفون وكمان آآ زي ما انت عارفين عندنا في القاهرة او في مصر عمتن يعني القرابة بتطع كتير فانا كنت خايف ان انا صور والقرابة بتطع عليه فالحمد الله رب العالمين بدأت القرابة موضوع بتاحي زبط شوية لحد ما فانا بشور العلاء قدام الكاميرا يعني فالحمد الله رب العالمين ان شاء الله نزل دروس كتير بازن الله تعالى شكرا لكم وكم معكم ادراس الكريم